اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تطوان وستبث وقع وصالات العيد مباشرة على امواج اذاعة وشاشة تلفز ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباح وبمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك بعث امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وايد بطاقات تهنئة الى اشقائه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وامراء الدول الاسلامية ضمنها جلالة اطيب تهنئه واوفى متمنياته لهم بمفور الصحة والسعادة كما توصل امير المؤمنين بعدد من برقية التهنئ من اشقائه ملوك ورؤساء وامراء عدد من الدول الاسلامية وبمناسبة عيد الاضحى المبارك لهذه السنة تفضل جلالة الملك ادام الله عزه ونصره فاصدر حفظ الله امره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الاشخاص منهم المتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1484 شخصا وهم كالآتية المستفيدون من العفو الملكية السامية الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1209 نزيل وذلك على النحو التالي العفو مما تبقى من عقوبة الحبس او السجن لفائدة 114 نزيلا التخفيض من عقوبة الحبس او السجن لفائدة 1094 نزيلا تحويل السجن المؤبد الى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد المستفيدون من العفو الملكية السامية الموجودون في حالة الصراحة وعددهم 2075 شخصا الموزعين كالتالي العفو من العقوبة الحبسية او مما تبقى منها لفائدة 69 شخصا العفو من العقوبة الحبسية مع ابقاء الغرامة لفائدة 6 أشخاص العفو من الغرامة لفائدة 189 شخصا العفو من عقوبة الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص العفو من الغرابة ومتبقى من العقوبة الحبسية لفئدة شخصين إثنين أبقى الله سيدنا المنصورة بالله ذقرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وعاد أمثال هذا العيد على جلالة بالنصر والتمكين وأقرع إنه بولي العهد صاحبي السمو الملكي الأمير الجليد مولاي الحسن وجميع أفراد أسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب من المقاصد الشرعية لعيد الأضحى إخلاص العبادة لله وحده وأحياء سنة نبيه الكريم وكذا استحضار روابط الود والقيام والتكافل الاجتماعي وداد المساوي وأحمد الفاضلي وإسم زياد أضحية العيد ليست مجرد عادة اجتماعية تتوارثها الأجيال وليست مناسبة موسمية يجتمع فيها الأحباب والناس لأجل تناول اللحوم والاستمتاع بها بل هي قربة وشعيرة يتقرب منها إلى الله عز وجل هذا ما نص عليه ديننا الحنيف بإجماع الفقهاء والعلماء ومن حكم ومقاصد تشريع الأضحية أيضا إحياء سنة نبينا سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله عز وجل أفضل الصلاة وأسكى التسليم والتذكير بالتضحية وبالصبر اللدين اتصف بهما خليل الله عز وجل خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم حين عمره الله عز وجل بدبح ابنه سيدنا إسماعيل يمكن إجمل المقاصد الروحية لعيد الأضحى إذن في شكر الله على نعمة الحياة والمال والصحة وكذا ترسيخ أسس التواصل والتسامح مع الأهل والأقرباء فهي مناسبة دينية تحيي معها كل هذه القيم الإنسانية النبيلة ويبقى التدبر في مقاصد عيد الأضحى المبارك الدينية السامية هو الإخلاص في العبادة دون أن ننسى إدخال البهجة والفرحة على قلوب الأطفال وبعض الأسر حتى تمر أجواء العيد في ظروف جيدة في أول أيام عيد الأضحى بمكة المكرمة ومع دخول ساعات الفجر تقاطر الحجاج إلى ميلا لربي الجمرات الثلاث بسبع حصايات جمعوها في مزرفة قبل العودة مجددا إلى مكة للأضحية وأدائه الطوافل وداعي في المجد الحرام مني من أفير الحج فريدة لمن استطع إله سبيله في أيامه المعدودات يؤدي ضيوف الرحمن المناسك طمعا في المغفرة والأجر والثور بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على عرفة يؤدي الحجاج اليوم آخر الشعائر إذانا ببدء أول أيام عيد الأضحى فقبل فجر أول أيام العيد تحركت أفواج الحجاج من مشعر وزدلفة متوجهين إلى مينان لرمي الجمرة الكبرى بسبع حصايات بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات الركن الأعظم في الحج ومع بزوغ أول ساعات الفجر تقاطر الحجاج على وادي مينان قرب مكة قادمين من مشعر مزدلفة لرمي الجمارات الثلاث بسبع حصايات قبل العودة مرة أخرى إلى مكة للأضحية ولأداء طواف الوداع في المسجد الحرام أدى المناسك هذا العام أكثر من مليون وتمانمائة ألف حاج وحاج من بينهم مليون وستمائة ألف من خارج المملكة ضمنهم ألفي شخص من غزة بحسب السلطات السعودية يحدث كل ذلك وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعلتها المنظومة الأمنية ضمن خطتها الميدانية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة أما بالأرض الفلسطينية فقد غابت فرحة العيد في ظل سمرار الحرب في قطاع غزة المحاصر حيث أدى العشرات من سكان غزة صلاة العيد وسط المباني المدمرة في مشهد يعكس أثار الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر من قطاع غزة هذه مرسلة للصبحي أبو زيد أجواء عيد الأضحى المبارك في فلسطين وخاصة في قطاع غزة مختلفة هذا العام نظرا لما تمر به الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي غاشن منذ 254 يوما سقط خلاله آلاف الضحايا والإصابات جلهم من الأطفال والنساء جعل من فرحة العيد غائبة وآداء الصلاة على الركام رغم قصاوة الظروف عيد مش طبيعي طبعا كل بيت فيه شهيدة وفيه دمار بس نقيم السنة لازم نقيم سنة رسول الله ونفرح أطفالنا ونفرح شعبنا في العيد إن شاء الله رغم الدمار ورغم كل شيء لازمنا صامدين ورابطين في أرضنا رغم عنهم ورغم عن أنوفهم هي باقون رغم عنهم إن شاء الله في بيوتنا وفي بلادنا لأنها إلنا وليست لهم بإذن الله الله أكبر لا إله إلا الله هذه العائلة الفلسطينية إن لم تكن الوحيدة التي ضحت في قطاع غزة عبر متبرعين من الخارج لدعم صمودهم وإدخال الفرحة على أطفال أحد مخيمات النزوح بمدينة خانيون جنوب القطاع وذلك لمنع الاحتلال الإسرائيلي من فتح المعابر وإدخال الأضاهي وحرمان أهالي غزة من أداء فرضة الحج وتقديم الأضحية سنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام دبحنا الحمد لله تبرع كريم من أخ من برة أول مرة يعني كل غزة يصير فيها هذا الوضع يعني تقريبا كل المكان فيهوش ضحية غير هذا التبرع الكريم لأنه زمان الأهالي والناس والأطفال ما شفوش اللحمة ولا شفوا أي حاجة بتندبح تقريبا إن شهور أما جانب الآخر من الوطن في الضفة الغربية اقتصرت على أداء صلاة العيد خالية من أي تفاصيل لأجواء العيد حدادا على ما تمر به الأراضي الفلسطينية من عدوان متواصل للشهر التازع على التوالي هذا عيد مليء بالأحزان مليء بالدماء الدماء كانت دماء الأضاحي دماء الأشياء اللي كنا نضحي بها الآن دماء هي دماء أبنائنا دماء خواتنا أمهاتنا شبابنا أبناء الجميع يعني عيد حزين عيد مليء بالآهات عيد مليء بالمآسي يأتي عيد الأطحى المبارك على الشعب الفلسطيني وهم في أسوأ أوضاهم الإنسانية ولم يبقى لهم سوى صور الدمار والخراب وفقدان الأحبة والأصحاب منتظرين هبة عالمية لوقف العدوان ولجم الاحتلال في العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر للقناة الأولى صبح أبو زيد فلسطين أودون نسبيون شهدوا قطاع غزة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيلتزم هدنة تكتكية في الأنشطات العسكرية يوميا في قسم من جنوب القطاع خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه الأراضي الفلسطينية المدمرة والتي تهددها المجاعة بعد أكثر من ثمانية أشهر من الحرب وجاء إعلان هذا القرار غدا تمقتل أحد عشر جنديا إسرائيليا في القطاع ثمانية منهم في انفجار قنبلة وطنيا بالعاصمة الاقتصادية مدينة نظيفة في عيد أضحان رهان عبأت لكسب شركة منفوض لها قطاع النظافة كافة الموارد البشرية واللوجستية فنظافة الأزيقة والشوارع مسؤولية مشتركة لمواجهة التحديات البيئية خلال فترة العيد زكية بالقاس فتحة ومغار وانضرحان سيين عمال النظافة يعيدون ألياتهم عشية عيد الأطحى المبارك فالحفاظ على نظافة الأزيقة والشوارع بالعاصمة الاقتصادية تحدي ورهان تخضه الشركات المفوض لها بتدبير القطاع والتي تضاعف أسطلها وجهودها جمع الأطنان من النفايات التي تراوح ثلاثين ألف طن خلال أيام العيد يتطلب تسخير كافة الإمكانات البشرية واللوجستية لتسهيل العملية فالأيام دين العيد كاملة فالعمل البشري حاضر لا سائقين ولا عمال كذلك ولا أطر كذلك ومراقبين ولكن هذا الشيء كامل لا يمكن أن يكون مدعم إلا بالمواطن التي يبقى هو الحلقة الأساسية في الحفاظ عن النظافة مهمة عمال النظافة خلال عيد الأضحى ليست هيينة والحفاظ على نظافة الأحياء والشوارع رهين بسلوكات المواطنين وفي هذا الصياغ تم توزيع 120 طن من الأكياس البلاستيكية على الساكنة لأن توقعات الجوية في تقرير ليلة أغبال أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية تتواقى مدرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إندارية خاصة من المستوى البرتقالي هبوب رياح قوية مع تطاير غبار وستتراوح سرعة هذه الرياح مبين 85 و75 كيلومتر في الساعة بفجيك الراشدية ميدلت تنغير وكذلك بمدينة زاقورا وارتباطا بهذا يتوقع أن يكون التقص حار بأسهول الداخلية الشمالية وكذلك الوسطى وبالمنطقة الشرقية للبلاد وبالجنوب الشرقي وكذلك بأقصى الأقاليم الجنوبية مع تكون تحب منخفض مصحوبة بكتل من الضباب بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وكذلك بأسهول الشمالية والوسطى للبلاد هذا معرف هذا وابع رملية بالجنوب درجات الحرارة القصوى ستعادل 33 درجة ستسجل بمدينة وجدة 27 درجة بتنجس 27 درجة بريباط 24 درجة بالطر البيضاء 25 درجة ستسجل بأقادير و31 درجة بلغويرة حالة البحر سيكون البحر بالواجهة المتوسطية وكذلك بالبغاز هذا إلى قليل الهيجان أما بالصواحل اللازلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج شكرا لتاب المتابعة وعود إلى بلاتو الأخبار قتاب نشرتك الكيرون بأبرز ما جاء فيه أمير ممين يبعثه ويتوصل ببطاقات تهنيئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسوم ولوكي ورؤساء وعمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ضمن جلالة أطيب تهنيئه وأوفى منتمانياته لهم بمنفور الصحة والسعادة بالديار المقدسة حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمارة في ميناء بعد طوافل فضا وكان ضيوف الرحمن قد رمو جمرة العقبة بميناء الصباح الأحد إذانا بأول أيام العيد عيد الأضحى يختارن بهاج سير محافظة على البيئة المصاريح مقتصاد تكثب جهودها من أجل جمع نفايات النجبة عن نحر أضحية العيد مع دعوة المواطنين إلى التحليل بالمسؤولية تجاه نظفة المحيط البيئي ختاب النشرة طاقمها يتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا وأكل عامل وأنتم بأنفخين